هي ليست دعوة للهجرة ولكن تعاون بين دولتين شقيقتين لتوفير فرص عمل للبنانيين في قطر خصوصا مع اقتراب موعد كأس العالم والذي تستضيفه قطر أواخر شهر نوفمبر المقبل هكذا شرح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرام إطلاق الوزارة منصة التوظيف في قطر اللي صار اجتماع على هامش مؤتمر العمل العربي اللي صار بالقاهرة منذ ما يزيد عن عشر أيام تقيت بمعالي وزير العمل القطري فوجدتوا مستعجلين الجماعة لأنه يكون في عندهم عدد كبير من اللبنانيين يروحوا يتوظفوا بقطر وهذا ما حدا يقول عنه هجرة هذا تعاون بين دولتين شقيقتين ما له علاقة بهجرة نحنا ما منقول للشباب يهاجروا نحنا بدنا الشباب نأمل لهم وظائف ببلدهم بس هاي دي فرصة فرصة لألهم للشباب مونديال القطري هو أولوية عندهم وأكيد نحنا كمان نهتم بهذا الأمر نحنا معنيين أنه ننجح هذا المونديال القطري لأنه حدث عالمي فكتير مهم نحنا نساعدهم بهذا المجال والاستفادة متبادلة لذلك تم الاتفاق مع وزير العمل القطري على أنه بده يجي وفد إلى لبنان بمنتصف تشرين منتصف هذا الشهر بس لو رجعنا على لبنان صار في كنت عم بحضرهم كتاب ليجو اتفجأت أنه لا ظاهر أن الأولوية عندهم أكثر استعجالا فألحوا أنه يجي الوفد التقني قبل هلأ فعلا يجي الوفد التقني منذ أسبوع التقيت فيه ثلاث مرات أنا مهدت لهذا الأمر باجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة واتصلت بعدد من الوزراء المعنيين في هذا الإطار غيرم شرحة أطر التسجيل وكيفيته صرنا أمام منصة اللي هي منصة وزارة العمل بس فيه خانة بقلبها اسمها ملف التوظيف القطري 2022 بتسمح لأي مواطن لبناني أي عامل أي خريج بيطلع بيفوت وبيتسجل بيسجل وفيه قطاعات فيه قطاع صحة قطاع سياحة قطاع خدمات قطاع تربوة عدة قطاعات هو بيفوت وبسجل الخدمة الثانية اللي بتوفرها المنصة أن الشركات القطرية لأن أنا مثل ما قالت عم نتعامل مع قطاع خاص قطري بتفوت الشركات القطرية هني بحسب ما قالوا لي في عندهم شركات محددة يعني هي البدا تتولى تكون الواجهة ومن ضمن شركات أخرى هذا شأنهم همني هلأ هني لح ياخدوا هذا العنوان ويوزعوه رسميا بقطر وفي الختام شرح فريق عمل الوزارة كيفية الدخول وقالية التسجيل الضقيق والمتابعة ويشار إلى أن التواصل بعد التسجيل سيصبح مباشرة مع الجانب القطري ترجمة نانسي قنقر